ما من شك في أن الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من أربعة أشهر على الأراضي الأوكرانية بسبب الغزو الروسي سيكون لها تداعيات وتأثيرات عميقة على العلاقات السياسية والاقتصادية وطبيعة التحالفات العسكرية بين القوى الإقليمية والدولية في أنحاء العالم وبحسب تقرير لمجلة فورين بوليس الأمريكية فإن ملامح تلك التداعيات بدأت بالفعل في التشكل إذ تشهد الفترة الأخيرة تحولا متسارعا في مواقف الدول الغربية من مجرد مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي إلى اعتماد سياسة تهدف إلى تقويد قوة روسيا أو كما أعلنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حتى نرى روسيا وقد ضعفت بينما تحدث والي المرة الثانية على التوالي قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز عن ضرورة التحضير لمواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي مشبها الأيام الحالية التي يعيشها العالم بالأيام التي سبقت الحرب العالمية الثانية وفي السياق ذاته كشفت قمة حلف الناتو الأخيرة عن بعض ملامح تلك التداعيات وهي القمة التي بحثت استراتيجية الحلف الجديدة لعشر سنوات مقبلة وتطرقت للمرة الأولى إلى الصين والتحديات التي تشكلها ضد مصالح الدول الأعضاء في الناتو وضد أمنهم وقيمهم فيما بدى تأسيسا لحرب باردة جديدة بين الكتلتين المتصارعتين لسيما أن القمة سبقها في ألمانيا اجتماع لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى حيث أعلن عن مبادرة لتمويل بنية تحتية عالمية جديدة بتكلفة تبلغ 600 مليار دولار لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية وبالنظر إلى إطلاق واشنطن مجموعة جديدة باسم شركاء في المحيط الأزرق والتي تضم بريطانيا واستراليا واليابان ونيوزيلاندا فإننا بحسب فورن بوليسي نكون أمام نسخة مماثلة لحلف الناتو في المحيط الهادي وهو ما يعزز وجهة النظر القائلة بالحرب الباردة على الرغم من تعقيدات تلك الحرب التي يعتمد المتصارعون فيها اقتصادية على بعضهم البعض ويتبادلون التجارة والاستثمار فيما بينهم